من جديد تتحدى ميليشيات إيران السلطات العراقية وتضعها في موقف لا تحسد عليه عبر استهداف مقرات عسكرية تتمركز فيها قوات التحالف الدولي ففي أحدث سلسلة من الهجمات التي تنفذها هذه الميليشيات تعرضت قاعدة التاجي شمالية بغداد لهجوم صاروخي كتلك التي نفذتها من قبل ميليشيات حزب الله العراق سارعت السلطات العراقية إلى رفض الهجوم معلنة بدأ التحقيق في الحادثة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر التحالف الدولي قوبل الموقف الرسمي العراقي بجملة من التشكيكات إزاء حقيقة قدرتها على كشف المتورطين فيما جرى وتقديمهم إلى العدالة فعلى الصعيد الداخلي توالت ردود الأفعال المشككة للسياسين ومراقبين بإمكانية تحديد الميليشيات التي نفذت الهجوم مستدلين على ذلك بهجمات سابقة مماثلة ظلت نتائج التحقيق فيها طي الكتمان ناهيك عن عزل الحكومات المتعاقبة في كشف نتائج عشرات الحوادث السابقة ويرى خبراء عسكريون أن هذا لا يبدو مستغربا في ظل إمساك قادة ميليشيات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني زمام الأمور في أجهزة الاستخبارات ومنها الأمن الوطني والحج الشعبي يعزز الهجوم الذي طال قاعدة التاجي الشكوك بشأن حقيقة غياب سلطة الدولة العراقية وصطوة جماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تصر على التصعيد مع الولايات المتحدة خلافا للموقف الرسمي وهنا يلقى اللوم مجددا على أجنحة في الحكومة العراقية سمحت لهذه الميليشيات بتعزيز نفوذها ومنحها الغطاء القانوني لوجودها تحت مسميات مختلفة في الحجز الشعبي وإذا كل ما سبق لا يبدو أن السلطات العراقية لديها الرغبة في تحجيم دور فصائل مسلحة موالية لإيران في هيئة الحجز الشعبي أو حتى تقويض سلطتها والتي أصبحت ممارساتها مثار رفض شعبي وقلق دولي